نرجو إظهار هذه القضية للجميع وإبداء النصيحة للزوج الذي يستحوث على الراتب أو امتلكات زوجته ولا يعطيها حق التصرف فيما تملكه ويبرر ذلك لأنه لا فرق بيننا وما دامت في عصمته لا يمكن أن يكون لها من امتلكات خاصة نعم نقول إن هذا المفهوم مفهوم خاطئ وليس بصوابها والمرأة تملك راتبها وما تحصله من كسب ملكا تاما وليس للزوج فيه أي حق بل عليها أن ينفق على زوجته ولو كانت أغنى منه بكثير لأن هذا ملكها ولهذا كان النساء الصحابة يتصدقن بدون أن يرجعوا إلى أزواجه كفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لما خطب الناس ومعيد النساء فوعاهن وذكرهم وقال يا ماشر النساء تصدقن فجعلن يتصدق تصدق المرأة بخلصها وتصدق بسوارها وبخاتمها دون أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إرجعنا إلى الأزواج وما يأخذه من زوجته بدون بضاها بضا حقيقيا فإنه سحط حرام عليه وسوف تأخذه يوم القيامة من أعمال الصالحة ولكن قل لي لو هددها الزوج وقال إما أنت تفرضيني من الراتب خمسين في المئة وإلا طلقتك فهنا تكون مضطرة إلى موافقة الزوج ولكنه يأخذ بضايا حق حتى لو تظاهرت بأنها موافقة ما داما قد هددها بالطلاق فإنه آتم وظالم حال نفس الموضوع نصيحة للأزواج الذين يرحمون زوجاتهم من ناحية الأعباء المندلية وتربية الأبناء حتى أنهن من كثرة المشاكل والمسؤوليات لا يستطعن تغطيتها لوحدها فتمر بأدمات نفسية ومشاكل صحية هذا من جنس الذي قبله لكنه أخوى لأن المرأة مسؤولة عن البيت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها لكن ينبغي للزوج أن يقتدي بأشرف البشر وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فقد كان في مهنة أهله في البيت يساعد أهله على شؤون البيت وهذا مما يخطف الأعباء على الزوجة ومما يوجب المودة بين الزوجين لذلك أدعو الأزواج إلى مشاركة الزوجات في ما يتعلق بشؤون البيت سوال